اهلا بكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامج وراء الحدث ونتناول معكم بالبحث والتحليل إدانات فلسطينية واسعة لإغلاق الاحتلال لمؤسسات أهلية وحقوقية في الضفة فكيف تسنى لإسرائيل وصم العمل الأهلي بالإرهاب دون دلائل؟ جوتارش وأردوغان يلتقيان الرئيس الأوكراني في ليفيفا فهل يحمل هذا اللقاء بارقة أمل لوقف الحرب؟ إغلاق قوات الاحتلال لمقارات سبع منظمات أهلية فلسطينية ينقل الحرب الإسرائيلية اليومية ضد الفلسطينيين إلى معركة ضد مقاومات الوجود المدني الفلسطيني والذريعة السهلة هي الإرهاب فكيف تسنى لإسرائيل تأويل العمل الأهلي الفلسطيني كعمل إرهابي؟ وماذا تريد حكومة يائر لبيد أن تثبت للناخب الإسرائيلي المتطرف؟ وماذا يمكن المجتمع الدولي أن يفعل لوقف الأعمال العدوانية الإسرائيلية ضد المنظمات المدنية الفلسطينية؟ كل ما هو فلسطيني في أعين الاحتلال إرهابي دعم الزراعة عمل إرهابي الدفاع عن حقوق الأطفال الفلسطينيين إرهابي العمل الصحي إرهابي حتى يقضت الضمير عمل إرهابي لهذا السبب أغلقت قوات الاحتلال مكاتب سبع مؤسسات أهلية فلسطينية وصادرت محتوياتها في مدينتين رملة والبيرة وسط الضفة الغربية المؤسسات هي الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فلسطين ومؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة العربية ومركز بيسان للبحوث والإنماء كما تجدد إغلاق مقر لجان العمل الصحي اقتحام هذه المؤسسات أثار موجة مواجهات بين قوات الاحتلال والمحتجين الفلسطينيين في المدينتين وأصيب العشرات منهم بالرصاص المططي وحالات اختناق إغلاق مقارات المنظمات المدنية جزء من حملة الانتخابات الإسرائيلية التي تحاول حكومة يائر لابيد أن تظهر من خلالها لأكثر الإسرائيليين تطرفا أهليتها في الاستمرار في السلطة إلا أنها تعد معركة دائمة أيضا ضد مقومات الوجود الفلسطيني نفسه ذلك أن أي شكل من أشكال التنظيم في المجتمع الفلسطيني يعد في نظر الاحتلال خطرا وإرهاما السلطة الفلسطينية تعتزم الرد على هذه الإجراءات بوضع قائمة بالمنظمات الإسرائيلية الإرهابية ومطالبة المجتمع الدولي بعدم التعامل معها وإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية الشيء الذي لا جدال فيه هو أن أي عمل ذي طبيعة تضمنية مع الفلسطينيين هو من المحرمات بالنسبة لإسرائيل لأنها تراه تهديدا حتى في سلميته ومدنيته وينضم إلينا من رمال أسفير عمار حجازي مساعد وزير الخارجية الفلسطيني سعادة أسفير بعد التحية ما هي برأيك الأسباب التي تصدرها إسرائيل من أجل إغلاق هذه المؤسسات الحقوقية المدنية؟ الأسباب واضحة بالنسبة لنا وأعتقد أننا عبرنا عنها في كل ما صدر من بيانات وإحاطات في هذا الموضوع لدول العالم والسبب الرئيسي الذي يستهدف من وراء الاحتلال هذه المؤسسات هو أن هذه المؤسسات تعمل على توثيق وفضح انتهاكات الاحتلال ورفع المناصرة في العالم للقضية الفلسطينية وهو ما يؤرق الاحتلال بشكل لم يعد يستطيع معه التعايش مع هذا الموضوع وشن حملة منذ سنوات عديدة الحملة لم تبدأ اليوم بإغلاق هذه المؤسسات والاعتداء على مراكزها الحملة بدأت منذ عدة سنوات واستهدفت بالأساس نزع الشرعية عن هذه المؤسسات ومحاملة تشفيف الدعم ووقف الدعم لهذه المؤسسات وما إلى ذلك ولكن عندما فشلت إسرائيل فشل ذريع في إقناع العالم بهذا الجهد بسبب الجهد الفلسطيني الموازي الذي منع أن يتم تبني أي دولة لهذه الرواية الإسرائيلية الباطلة قامت إسرائيل اليوم بما تقوم به بأفضل شيء تستطيع القيام به وهو استخدام القوة والاعتداء والعدوان وقامت بإغلاق هذه المؤسسات الأهداف واضحة كذلك هناك عدد من هذه المؤسسات يعمل أيضا على دعم صمود شعبنا في الأماكن المعزولة والتي لا يمكن الوصول الخدمات بسهولة إليها كلجان العمل الزراعي ولجان العمل الطبي ولجان المرأة وهذا سبب آخر أيضا يدعو الاحتلال لوقف عمل هذه المؤسسات لحرمان هؤلاء الناس والمعزولين عن الخدمات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية بشكل أو بآخر بسبب سياسات الاحتلال ومنع وصول هذه الخدمات لهم تمهيدا لترحيلهم قصرا عن أراضيهم سعد سفير يعني يبقى معنا نضم إلينا الآن من غزة سيد عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان سيد عصام يعني بوصفك مدير لأحد المراكز الحقوقية ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل التصدي لهذه السياسات الإسرائيلية يعني أولا دعينا نتفق على أن الخطوة التي قام بها الاحتلال هي تأتي خطوة متقدمة تتويج لخطوات سابقة الهدف الرئيس منها هو إخراج المؤسسات عن المشروعية المهنية والقانونية وصمها تارة بالإرهاب وتارة أخرى باللسمية وكلاهما يعني نوع من محاولة تقويض عمل هذه المؤسسات التي تقوم بدور مهني الغرض الرئيس منه هو يعني تقديم ما يرتكب من انتهاكات لحقوق الإنسان ووضعها برسم العالم ومن جهة تانية تجفيف مصادر التمويل الخطوة خطوة استئصالية وهي خطوة تأتي في هذا السياق بدأت ولم تنتهي بعد وأنا أعتقد أنها نقطة بداية للإجازة على المجتمع المدني لأن القضية أصبحت أولا مرتبطة بالرواية السردية الفلسطينية مقابل السردية الإسرائيلية وأصبح صوت المؤسسات مزعج عندما توجهت إلى المحكمة الجنائية في عمل متسق مع الكل الفلسطيني في هذا الشأن هناك العديد من الخطوات أولا نحن كنا حضرنا سابقا من أن تصنيف المؤسسات الستة كمؤسسات إرهابية هي مرة أخرى نقطة بداية وليست نقطة نهاية وبالتالي أولا المجتمع الدولي الذي يتولى دعم هذه المؤسسات عليه الآن أن يقوم بدور مهم في هذا الشأن الموضوع ليس موضوع تضامن الموضوع أبعد من رسالة تضامن الموضوع هو خطوات فعلية وجدية لوقف ما يرتكب بحق الشعب الفلسطيني ونموذج له ما يتعرض له المؤسسات نحن نتحدث عن انتهاكات منظمة وجرائم متواصلة مسلسل العدوان على الشعب الفلسطيني متواصل ولم ينتهي غزة وما يحدث في نابلس وجنين وما يحدث في القدس وما يحدث في الاستيطان وغيره والآن استهداف المكون رئيسي من مكونة المجتمع يعمل وفقا للقانون الفلسطيني المؤسسات الأهلية يعني مؤسسات المجتمع البدلي في اللحظة التي أصبح موضوع المحاسبة يتسيد الأجندة الفلسطينية والدولية بأن دولة الاحتلال ارتكبت جرائم ولا زالت ترتكب وهو يعني ما يفسر لماذا تواصل دولة الاحتلال للمعان في الحقوق الفلسطينية وفي استهدافهم لأنها تأمن العقاب وأنها تشعر أنها فوق القانون وأنها لا تشعر بحد أدنى من المحاسبة والمسائلة وبالتالي هي لحظة الحقيقة الآن في إعمال مبدأ المحاسبة مبدأ المحاسبة يعني قول واحد أن هذه المؤسسات يجب الجهاز عليها واستئصالها لأن ما تقوم به بالضرورة يؤدي من يشعر أنه محصن وأنه لا يخضع للحد الأدنى من المسائلة هذا أولا أعتقد المؤسسات عليها بالتكامل مع السلطة الفلسطينية ومع الشركاء في العالم التوجه إلى الفاعلين الأساسيين وتحدث هنا عن دول الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص وباقي عموم المجتمع الدولي لأن تتقدم خطوة أخرى الموضوع ليس موضوع تضامن بالمناسبة يعني أذكر هنا بأن ما حدث في غزة أبدل اتحاد الأوروبي يعني قلقا كبيرا والأمم المتحدة أبدأت قلقا عميقا الموضوع أبعد من ذلك الموضوع بحاجة إلى خطوة عملية تنسجب أحكام القانون الدولي الدول ارتدت لنفسها طوعا بالتوقيع على اتفاقيات كاتفاقيات جينيف وهي ليست فقط منزم باحترام الاتفاقية وإنما ضمان الآخرين احترام هذه الاتفاقية وبالتالي عليها واجب قانوني وأخلاقي بالتقدم خطوة نحو رافع يد العدوان عن الشعب الفلسطيني يجب على دولة الاحتلال إلغاء قرارها ووقف هذه الهجمة على المجتمع المدني وثانيا مؤسسات ذات العلاقة المحكمة الجنائية الدولية الآن نحن ننتظر تحقيق فيما يرتكب من جرائم قررت فتح التحقيق منذ أكثر من عام ولما تتحرك المحكمة سنتيمتر واحد باتجاه الأراضي الفلسطينية باتجاه هذا المكان من العالم على الرغم من جرائم حرب قصفة منازل على رؤوس ساكنية دمرت بونة تحتية ودور عبادة وغيره والآن يتم استهداف مؤسسات المجتمع المدني وهي مؤسسات رائدة في المجتمع تقدم خدمات مهمة صحية وحقوقية وغيره صحيح يعني بالنظر إلى طبيعة هذه المؤسسات سيد عصام كلها من الصعب وصمها بالإرهاب حينما نتحدث عن مؤسسة للعمل الزراعي ولجان المرأة والطفل ربما بعض المؤسسات يسهل أن توصم بهذا الأمر طبقا بالطبع لوجهة النظر الإسرائيلية لأنها مثلا مراكز أبحاث أو مراكز لرعاية الأسير أو غيرها لكن ما الذي يضير إسرائيل في مركز للعمل الزراعي أو لرعاية الأطفال هذا هو السؤال نحن أمام توظيف لآلة ضخمة متكاملة من القوانين والإجراءات الإدارية والقوة العسكرية لإخراس الصوت الفلسطيني الموضوع لا علاقة له بنوع المؤسسة وماذا تعمل بنوع الدور الذي تقوم به هنا قانون مكافحة الإرهاب قانون مكافحة الإرهاب يعني أن على الموصوم بالإرهاب أن يثبت أنه غير ذلك وليس دولة الاحتلال أن تثبت أن هذه الجهة أو هذا الشخص موصوم بالإرهاب وبالتالي هو ومن هنا خطورة الجريمة وصم جهة بأنها جهة إرهابية هذا كلام خطير والاتحاد الأوروبي على سبيل المثال لم يقبل ذلك وأعطي مساحة بين الوقت لأن يقدم ما لديه من أدلة على أن هذه المؤسسات على اختلاف تنويحها مراكز أبحاث وزراعة ومؤسسات حقوقية بأن لها علاقة بالإرهاب لم تقدم دولة الاحتلال شيء أو ما قدمته لم يرقى إلى الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبله مجتمع متحضر أو دولة يحكمها قانون وبالتالي رفضت ذلك وأعلنت تسعة من الدول الأوروبية وهي التسعة الدول الأساسية التي لها شركات مع هذه المؤسسات بأنها سوف تواصل عملها ودعمها لهذه المؤسسات والآن نأخذ خطوة أخرى باتجاه التصعيد التصعيد الأكبر بمعنى الحسم النهائي لثلاث مؤسسات بأنها إرهابية واقتحام سبع مؤسسات وإغلاقها وحضر عملها يعني الموضوع لا علاقة له بجزئية هنا أو هناك الموضوع هو استهداف لعموم مكونات المجتمع الفلسطيني أو مزيد من التضييق على المجتمع الفلسطيني بكل مكوناته وبكل الخدمات التي يمكن أن تقدم لهم طيب سعادة السفير يعني هنا الحديث عن يعني الانتخابات هل هي كلمة السر في هذا الإجراء يعني تقديم حكومة يائر لبيد على أنها هي الحكومة القادرة على الاستمرار في السلطة والقادرة على اتخاذ أكثر الإجراءات تطرفاً مع الأسف الدم الفلسطيني كان دائماً عرضة وجزء من حملات الانتخابية الإسرائيلية وما رأيناه حصل في غزة قبل عدة أسابيع وما يحصل الآن وكافة الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل هو جزء من هذه الحملة ولكن هو يأتي أيضاً في سياق استراتيجي أشمل تشنوا سلطات الاحتلال الاستعماري منذ فترة طويلة وهذا كما قلنا الهجوم على المؤسسات الأهلية الفلسطينية والمجتمع المدني الفلسطيني بشكل عام ولم يبدأ اليوم هو بدأ مع بداية الاحتلال وقمعها لهذه المؤسسات والعاملين فيها واعتقالهم وتسكيرها ومنع السفر وغير ذلك من الإجراءات التي كانت تتخذها ضد العاملين في هذه المؤسسات وضد المؤسسات نفسها إسرائيل قلقة من ما استطاعت أن تنجز هذه المؤسسات على المستوى القانوني الدولي وعلى مستوى المناصرة وكما أسلفت أيضاً بما يخص لجان العمل الزراعي والطبي ما تقدم لتثبيت صمود المجتمعات الفلسطينية التي لا تستطيع الحصول على الخدمات بسبب تضييق الاحتلال كل ذلك يؤرق إسرائيل لأنه يعمل عكس مشروعها الاستعماري ويفضح هذا المشروع ويبينه للعالم والعامل الإضافي هو أيضاً مسألة المسائلة واقتراب فلسطين أيضاً من تحقيق هذه المسألة على عدة مستويات على المستوى الدولي بما فيها على مستوى المحكمة الجنائية الدولية والتي تمكنت هذه المؤسسات من تقديم تقارير مهنية عالية تكشف فيها الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني كل ذلك وأكثر من ذلك أيضاً جعل إسرائيل تقوم بحملة شرسة وشعواء لتشويس سمعة هذه المسأسسات بداية ومن ثم لنزع الشرعية عنها ومن ثم لمنع التمويل لها ومن ثم لعزلها عن المجتمع الدولي ورويداً رويداً بدأت تخترع هذه قضية الإرهاب التي لم تثبتها ضد أي من هذه المؤسسات على الإطلاق ولم تستطع أيضاً أن تظهر أي شيء من هذه التهم لذلك اليوم إسرائيل تستخدم القوة كما اعتادت ضد الشعب الفلسطيني لكي تسكت أصوات وتكتم أصوات هذه المؤسسات بالفعل هي قوة مفرطة سياسياً ومدنياً وأيضاً في محاربة والتضييق على عمل هذه المؤسسات طيب يعني سعاد السفير التصعيد الدبلوماسي لماذا لا يكون بديلاً عن بعض الإجراءات الأخرى بمحاولة مخاطبة الجهات الدولية والتعويل على مواقف بعض الدول التي ترفض مثل هذه السياسات الإسرائيلية حقيقة هناك تصعيد دبلوماسي على كل المستويات أتمنى أن أكون قد فهمت سؤالك بشكل صحيح العمل نعمل بشكل دائم مع هذه المؤسسات بشراكة دائمة ومتواصلة على كافة المستويات وجزء من عملنا منذ بداية هذه الحملة هو منع الدول من تبني أي من الرواية الإسرائيلية بما فيها الملفات العديدة التي تقدمت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للعديد من الدول والمنظمات الدولية وتمكننا من وقفها بالتعاون والشراكة مع المؤسسات المجتمع الدولي وكذلك منعنا أي دولة من أخذ أي إجراء ضد هذه المؤسسات على الرغم من أن بعض الدول هنا وهناك تبنت بعض من الرواية الإسرائيلية ولكن بشكل عام منعنا أن يكون هناك أي تأثير على عمل المؤسسات بل على العكس إسرائيل وأعمالها ضد هذه المؤسسات كان مدان بسبب هذا العمل والعمل الآن مستمر أعتقد أن هذا الإجرام وهذا الاعتداء القبيح والخطير الذي قامت به إسرائيل ضد مقرات هذه المؤسسات والذي ليست المرة الأولى ولكن بهذا الاتساع وهذه الخطورة نعتقد أن الآن أصبح لزاما على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ولا يمكن له أن يخاطب العالم بلسانين وأن يطبق المفاهيم وازدواجية المعايير بشكل مختلف على الدول إسرائيل تنتهك حق المجتمع الدولي وهو حق أصيل مكفول بالقانون الدولي مكفول بالقانون الدولي الإنساني الملزم به إسرائيل مكفول بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي هي أيضا قانون دولي عرفي ولا يمكن لإسرائيل التهرب مها والتي أكدت محكمة العدل الدولية على نفاذها على الأرض الفلسطينية المحتلة وما إلى ذلك كل ذلك يلزم الدول بشكل رئيسي تطبيق القانون الدولي واحترام عمل هذه المؤسسات ويمنع ويكف يد الاحتلال عن هذه المؤسسات علاء وعلى ذلك مدعي الديمقراطية ومدعي أن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط يعني يجب أن يراجعوا حساباتهم هذا دليل إضافي على أن إسرائيل ليست دولة ديمقراطية إسرائيل دولة عنصرية تمارس الأبرتايد وتحرم شعب بأكمله من حقوقه وما قامت به ضد أعمدة الديمقراطية في أي دولة مؤسسات المجتمع المدني هو دليل وبرهان إضافي على غياب أي عمل ديمقراطي لدولة الاحتلال والاستعمار سيد عصام يعني العالم الغربي دائما ما يرفع شعارات تقيم وزنا كبيرا لمسألة حقوق الإنسان لماذا لا تكون هذه الزاوية يتم التركيز عليها من خلال المراكز الحقوقية من أن هذه الانتهاكات كم تنتهك حقوق الإنسان التي يعني بها العالم الغربي يعني هذا هو السؤال الأساس سؤال التأسيس في فهم ما يحدث الآن من اختلال في قضية العدالة في هذا المكان من العالم كما يعلم الجميع العدالة أبعد ما تكون عن الاقتراب منها اقتراب الضحايا الفلسطينيين المدنيين المحمين بموجب قواعد القانون الدولي منها لماذا؟ لأن هناك ازدواجية في المعايير وهناك كيل بيمكيالين وأذكر هنا بما حدث في أوكرانيا قبل أن تنطلق الطائرة الروسية فرض نظام من العقوبات على روسيا باتجاه أوكرانيا وأعلن بدء التحقيق من قبل المحكمة الجنائية وفتح الثلاث مكاتب ويعني تم نشر حوالي خمسين محقق بينما في فلسطين مرة أخرى التحقيق قد أقر منذ أكثر من عام ولم تتحرك المحكمة ولو مليمتر واحد باتجاه تفعيل ذلك التحقيق على الرغم من أن الجرائم مرتكبة والعدوان متواصل مرة الأولى 2008 ثم 2012 و2014 تحدثون عن غزة والماي الماضي وقبل الأيام وفي القدس وفي نابلس وفي جنين وفي الخليل المشهد يتكرر ولم يتحرك أحد هذه هي المشكلة وبالعودة إلى ما تقوم به دولة الاحتلال هي تعلم ذلك هناك اختلال غير مسبوق وهناك مرة أخرى توظيف نفعي سياسي لقضايا العدالة وحقوق الإنسان وحتى السلام بمعنى أن السلام ما لم يؤسس على قواعد العدالة هو لن يفضي إلى أي إلا إلى مزيد من التدهور في الحالة الأمنية وحالة السلام القائمة في المنطقة وفي الإقليم لكن دولة الاحتلال في نهاية الأمر هي تستخدم فزاعة مرة الإرهاب ومرة اللاسامية إزالة الحد الفاصل بين ما هو ناقد للاحتلال وما هو لسامي عمل نوع من الترهيب لكل الفاعلين في أوساط مختلفة من العالم وبالتالي العالم عليه هذه المرة أن يقوم بخطوة في غاية الوضوع بأن هذا الابتزاز الأخلاقي والسياسي لم يعد مقبول ادعاء بأن هناك مؤسسات إرهابية ولكن ما قدم من أدلة وبراهين وما قامت به دول التحاد الأوروبي بدورها من تحقيقات لم يثبت معه أي شيء وبالتالي بدل أن تقوم دولة الاحتلال بإلغاء قرارها الذي لم يستند إلى حد أدنى من المشروعية القانونية والأخلاقية والسياسية هي تقوم بالتصعيد بمعنى إغلاق سبعة من المؤسسات بشكل نهاي وعلى ثلاثة منها إرهابي أنا أعتقد شكل الاشتباك مع هذا المكان من العالم يجب أن يتغير مرة أخرى من يأمن العقاب يسير الأدب وتكرار المشهد مرة ومرتين وثلاثة وأربعة والأسوأ قادم حتما قادم إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه وبالتالي يعني الآن استهداف مؤسسات المجتمع المدني على خطورة الوصن بأنها إرهابية هو الغرض الرئيس منه وهو إخراس صوتها وبالمناسبة مش بس المجتمع المدني الفلسطيني مؤسسات كبرى دولية تتعرض إلى هذا الهجوم غير المسبوق أمنيستي والهيومن رايتس ووتش وغيرها الموضوع أيضا لماذا هذا التعامل مع المجتمع المدني صمت العالم عندما أعلنت الإدارة الأمريكية السيدة فاتو بن سودا المدعي العام للمحكمة ومساعديها صنفوا ومنعوا من دخول الأراضي الأمريكية في عهد السيدة إدارة بايدن لم يتحرك أحد بذلك الاتجاه هذا الاستهداف لبنى ومؤسسات المجتمع الدولي والمجتمع المدني الفلسطيني هو محاولة لتسييد الرواية السردية الإسرائيلية والتي تقوم على انتهاك منظم لقواعد القانون الدولي تحدث عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جرائم عدوان ونظام من الفصل العنصر لنظام الأبرتايد ونحن لسنا من يقول ذلك لجان التحقيق وحتى لجان التحقيق لجنة الأمم المتحدة تعرضت إلى هجوم غير مسبوك قبل أن تنشأ بالمناسبة قبل أن يقرها مجلس حقوق الإنسان فكرة أن تخضع إسرائيل لحد أدنى من المسائلة أو التحقيق مسألة دونها الموت غير مقبولة لو يوصم الجميع كل من يقترب من ذلك يوصم بأنه إرهابي وبالتالي الآن السؤال هل يعقل وهل يمكن التعامل بهذا النوع من الإذلال والإهانة للمجتمع الدولي في شكل تعاطيه مع الفلسطينيين بأن من يقترب من الفلسطينيين سوف يتعرض إما إلى الوصم بأنه لا سامي أو يتعامل مع مؤسسات إرهابية أو مع كيانات غير مشروعة أو كيانات غير مقبولة هذا لم يقعد مقبول يعني هذا عيب هذه سبة في حق المجتمع الدولي وبالتالي مرة أخرى نحن مشكورين وجهد عظيم والرسائل التي قدمت اليوم ونحن نتابع منذ الصباح كل الرسائل المقدمة والتي أعلنت في الإعلام كلها موضوع تقدير عالي ونحن كمجتمع ونقدرها كثيرا وتضامن وفد الاتحاد الأوروبي ووزيرته للتضامن مع المؤسسات كما حدث اليوم في مؤسسة الحق كل ذلك مهم ولكن نحن الآن لسنا بصدد فقط التضامن وإنما الخطوة الفعلية الجدية وفاء لواجبات قانونية وأخلاقية لم يعد مقبول مؤسسات تقوم بدور مهني هي مؤسسات مهمة للشعب الفلسطيني بل هي المؤسسات الرائدة في الإقليم مؤسسة الحق أقدم مؤسسات حقوق الإنسان العربية والدول العالم والمختلف التعبيرات الدولية تتعامل مع مؤسساتنا الفلسطينية منذ عقود وليس منذ أيام وهي تخبرها وتعريفها ولها إسهامات ليس فقط في فلسطين لها إسهامات على المستوى الدولي ولها حضور في الأمم المتحدة وفي بروكسل وفي غيرها والتالي هي مؤسسات مهنية ومؤسسات محترمة وغدورها يعني لا علاقة له بالسياسة بالمعنى المحدد تقوم باتخاذ مرجعية القانون الدولي مرتضاه العالم المتحضر لنفسه كأساس لعملها لم تحد عن هذا يوما وهي مستمر في عملها ولن يثنيها على هذا القرار لأنها تعمل وفق القانون الفلسطيني ووفق المرجعية الدولية المقبولة طيب سعد سفير سيد عصام أشار إلى تمثيل هذه المؤسسات في منظمات دولية كيف يمكن استثمار ذلك في تصحيح هذه الصورة بأنه ليس كل عربي وليس كل فلسطيني هو إرهابي بالضرورة لأن هذه التهمة الجاهزة التي من خلالها تصب إسرائيل جام غضبها وتلقى بذلك تأييدا من المجتمع الدولي على العكس تحديدا في هذه المسألة لا يوجد أي تأييد من المجتمع الدولي لإسرائيل اتجاه التهم الموجهة للمجتمع المدني الفلسطيني لم يكن ولم يحصل هذا على الإطلاق بل على العكس هناك إدانات واسعة واستنكار واسع لما يحصل ما نريده وما يتحدث به الأخ عصام هو أن يكفي إدانات وصلنا العديد منها ومشكورين على هذه الإدانات المطلوب اليوم هو عمل فعلي وجاد لتحميل إسرائيل المسؤولية عن هذه الانتهاكات ومساءلتها وتفعيل أدوات القانون الدولي في هذا الإطار الأصل أن المجتمع الدولي عندما تنتهك دولة بشكل واسع وممنهج كما تقوم إسرائيل على مدار أكثر من 55 عام من هذا الاحتلال وانتهاكاتها طويلة الأمد اتجاه حقوق الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 75 عام كل ذلك المجتمع الدولي لم يسائل إسرائيل مرة واحدة عن هذه الانتهاكات واليوم وأمام هذا العدوان الصارخ والهمجي من قبل الاحتلال والذي يتكرر بعدة أشكال أصبح لزاما على المجتمع الدولي وكافة الأطر والمؤسسات الدولية أن تتحمل مسؤولياتها وأن تقوم بما عليها من واجبات بمساءلة هذا الاحتلال إضافة إلى ذلك أعتقد أن بالرغم من أن المجتمع الدولي اختار الصمت واختار أن يكيل بمكيالين فيما يخص فلسطين والقضايا الدولية الأخرى نرى أن أيضا جزء من الحملة التي تستهدف المجتمع الدولي هي بسبب النجاحات التي تحققها لتغيير الرأي العام الدولي وكذلك للتأثير على الحكومات من عدة جهات وهذا يقلق إسرائيل وإسرائيل مدركة أن هذا سيؤتي أكله عاجلا أم عاجلا لذلك مطلوب مننا اليوم أن نيأس من هذا المسار وأن نقول أن العالم لا يحترم القانون الدولي وهو دقيق يعني تحليل دقيق وهذه مسألة دقيقة ولكن نضال الشعب الفلسطيني ككل بشكله الرسمي والحكومي والشعبي والأهلي كل ذلك أعتقد أنه سيصل إلى مرحلة لا يمكن لإسرائيل معها أن تقف أمامه وسيكون نزاما عليها أن تجيب على بعض التساؤلات وأن تتحمل مسؤولية أفعالها المطلوب اليوم مننا أن نسير إلى الأمام ونستمر في الدفاع عن المجتمع الأهلي الفلسطيني والدور الهام الذي يقوم به وهو ما تعهدت وهو ما تعهدت به الحكومة الفلسطينية وأن يستمر هذا النضال على كافة المستويات وأن لا نيأس بالرغم من شعورنا بأن العالم لا يطبق نفس المعايير على كل النزاعات وأن نستمر في نضالنا على كافة المستويات لأن ذلك أصبح يؤرق الاحتلال وهو مدرك أكثر من أي أحد آخر أن روايته لم تعد تشترى من أي أحد ولا يمكن تصديقها وأن الآن هي مسألة وقت وأن الحكومات سترضخ أيضا لصوت الحق وللقانون الدولي وستجد نفسها مضطرة أيضا لابتخاذ بعض الإجراءات ضد هذا الاحتلال وممارساته العنصرية والإجرامية ضد أبناء شعبنا إذن من رامالله السفير عمار حجازي مساعد وزير الخارجية الفلسطيني شكرا جزيلا لك كما أشكر أيضا ضيقنا من غزة أصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان شكرا جزيلا لكم استمرون معكم في وراء الحدث وتتابعون بعض الفاصل كوتيرش وأردوغان يلتقيان الرئيس الأوكراني في ليفيف فهل يحمل هذا اللقاء بارقة أمل لوقف الحرب اشتركوا في القناة